أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإيات نتمنى تكونوا بخير وبسحة جيدة في إطالة استعداد لفروض المرحلة الثانية أو الفرد الثاني للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الرابع نشوف نموذج للفرد الثاني الدورة الأولى مدت للشمعيات للمستوى الرابع نموذج على شكل بدأة بعد قوة في الوصفة إذن أخذنا مكون الجغرافية لعشر نقض أمدوك السؤال الأول وميز بين مكونات القرية والحي بتسليفها في الجذول عنا السوق الأسبوعي العمارات فقر الجماعات القروية مصرح سينما أحقق إذن كان مكونات دي المجال القروي البادية وكان مكونات دي الحي عنا السوق الأسبوعي إذن بالنسبة للسوق الأسبوعي إذن كان في البادية إذن كتبوا السوق الأسبوعي السوق الأسبوعي السوق الأسبوعي إذن بالنسبة للمكونات البادية العمارات إذن كتكون في الحي إنه الحي كي قصدوا به نايا المدينة إذن العمارات إذن عن شو بالنسبة مقر الجماعة القروية من الإسم ديالها يدل على أنه في البادية إذن مقر الجماعة القروية مقر الجماعة القروية إذن كين في البادية إذاً نشوفوه بالنسبة للمسرح إذاً المسرح والسينما كين في المدينة إذاً مسرح كذلك سينما إذاً والسينما كين في المدينة إذاً نكتبوه مكونات كدل على المجال الحضاري إذن عن شو ده بقى لنحقل من حقل طبعاً كين في البادية إذن نكتبوه هنا يا إذن حقل في البادية إذن من مكونات البادية سلينا السؤال الأول نتقل إلى السؤال الثاني أكتب أسماء واتجاهات وردة الرياح إذن هنا وردة الرياح كين هنا شمال شمال فوق تحت كين جنوب إذن نكتبوه هنا يا جا جنوب ونكتبو الشمال جنوب إذن ممكن كتبوه بتعريف أو بدون تعريف ممكن كتبوه الشمال الجنوب كين هنا يا الجنوب تحت الجنوب وكين هنا على اليمين وردة الرياح كين شرق الشرق وكين في جهة الآخر كين الغرب إذن شرق الغرب الشمال الجنوب الشرق الغرب الشمال الجنوب نتقل إلى السؤال الثالث أضع علامة X في خانة الجملة الصحيحة بين جمل التالية إذن هنا نضع علامة X في الجواب الصحيح إذن هنا بالنسبة يتكون مشهد البادية من قرى وعمارة علية خطأ يتكون مشهد البادية من قرى بها مباني مشهيدة ومرافق وأراضي فلاحية يتكون مشهد البادية من مدن ومرافق عدة خطأ إذن مشهد البادية ممكن تكونش من قرى وعمارة علية يتكون من قرى ولكن عمارة علية خطأ لا إذن هنا خطأ يتكون مشهد بادي من مدن ومرافق عدة مدن لا أما كين شي مرافق كين المرافق في البادية أما جاوب صحيح يتكون مشهد بادي من قرى بها مباني مشيادة ومرافق وأراضي فيلاحية إذن بالنسبة للمشهد بادي في قرى في مباني مشيادة كين الديور إلى آخره كين كذلك حوانة وكين مرافق وكين أراضي فيلاحية إذن عن شو دابا مدام سلينا السؤال الثالث نتقل سؤال الرابع سؤال الرابع إمنى الفراغ بما يناسب اتجاه الأربع وردة رياح موقعي مشهد إذن لوصف ماذا حضاري أستعمل تصميما وأحدد بهذا المشهد لأتمكن بسير به بسهولة إذن لوصف ماذا مشهد حضاري إذن لوصف حسكا مشهد حضاري أستعمل ماذا أستعمل تصميما وأحدد موقعي وأحدد موقعي بهذا المشهد وأحدد موقعي بهذا المشهد بواسطة ماذا؟ بواسطة وردة موقعي نحدد بواسطة وردة الرياح بواسطة وردة الرياح لماذا؟ لأتمكن من السير في الاتجاه الأربع يعني ممكن مشي شمال نعرف يعني شي شمال جنوب شرق غرب لأتمكن من السير في الاتجاهات الأربع الاتجاهات الأربع لأتمكن في السير في الاتجاهات الأربع إذن هنا أكملنا الفقرة إذن قروها لوصف مشهد حضاري أستعمل تصميماً واحد وأحدد إذن لوصف مشهد حضاري أستعمل تصميماً وأحدد موقعي بهذا المشهد بوصلة وردة الرياح لأتمكن من السير في الاتجاهات أربعة بسهولة نعم أحسنتم انتقلوا السؤال الخامس وأعرف ما يلي المكونات بشرية وكل ما شهده الإنسان وهيئة من أراضي وتجهيزات ومرافق مختلفة لسدي حاجاته إذن اكتبوا التعريف وحفظوا إذن كل ما شهده الإنسان وهيئة من أراضي وتجهيزات من أراضي وتجهيزات وتجهيزات ومرافق مختلفة ومرافق مختلفة لسدي حاجاته نعم كسبنا التعريف إذن هذا هو التعريف كل ما شهده الإنسان وهيئة من أراضي وتجهيزات ومرافق مختلفة لسدي حاجاته إذن بهذا نكون سنينة تصحيح لهذه النموذج نسمع لنا نكون في تكم شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر